المغرب يتوفر على حوالي 40 وزير ويتوفر على 515 برلماني في الغرفتين معا يعني الغرفة اللولة وغرفة الثانية ويتوفر على 24 ألف منتخب موزعين على 1503 دل الجماعات وهد الجيش دل المنتخبين وهد الجيش دل السياسيين في الحكومة وفي البرلمان كي تقاموا عني نحن المغربة بستطل مليار دل الدرم وعليش المغربة كي يعتود استطل مليار دل الدرم كريع وكتعويضات ومتيازات لهد السياسيين باش يرفعوا الإقاع دل المستوى المغربي باش يخلقوا الوكونفور للمغرب والمغربة باش يرفعوا من ناتج الداخل الخام دل المغرب باش المغرب والوجه دياله مع الأمام كيكون وجه حمر وكل عام المغرب يتحسن نحو الأعلى لكن للأسف الشديد يعني المغربة كيدفعوا هدستطل مليار وكيدفعوا جهج مرات المرة اللولة أنها تبشيها باء منطورة هدستطل مليار كريع والمرة الثانية كيدفعوا لأن قلة الكفاءة والعدامها بالأساس يؤدي إلى خلق واحد البؤرة دل الفساد رهيبة جدا بدليل لو الآن نظمت واحد البطولة عالمية دل الفساد وإهدار الملعام عندي القناعة التامة أن المغرب سيحتل المرتبة الأولى وبالفور يا شي فور ومن كنتكلم عن الفساد ليس فقط اختلاص الملعام وليس فقط هاد الامتيازات والغنائم وهاد الريع الذي يرفل في نعيمه هالطبقة السياسية لا لا كين فساد آخر أخطر وأفضع لا يتكلم عنه أي أحد لا الحكومة لا البرلمان ولا الأحزاب وأن نعني به الدعاوة القضائية اللي كتخسرها يعني الدولة في شخص الوزارات والجماعات والشركة التابعة للدولة أي المرفق العام اللي كتخسرها في المحاكم لأسباب تافية والدليل على ذلك هو أن التقريض اللي خرج مؤخرا حول يعني هاد الفساد أو حول هاد القضايا اللي كتخسرها الدولة اللي حطينا فيه احنا كمغاربة في 2019 سبعة لمليار فاصلة ثلاثة ديل الدرام ومن يكن قلوه سبعة فاصلة ثلاثة ديل الدرام راموزها على شقين على الشق ديل التعويض وعلى الشق ديل الغرامات وهذه القضايا اللي راشت في المحاكم يعني بالغاية 1090 قضية معظمها خسرتها الدولة بمعنى في النهار كالترفع على الوزارات وعلى الجماعات وعلى الشركات والمؤسسات العمومية 24 قضية الدول اللي كتحترم رأسها تحصن نفسها بماذا؟ بواحد الوكالة قضائية في المستوق أو هيئة قضائية أو مدعي عام في المستوق يضمنوا أولا التأكد والتحقق من غياب المخاطر القانونية في كل العقود التي تبرمها الإدارات مع الأغيار سواء داخل المغرب وخارج المغرب حتى إذا وقعت واقع عاما المخاطر تكون قليلة والخسارة تكون ضعيفة وحماية المال العام كي يكون هو المبتغى للأسماع لكن الأسف الشديد حنا في المغرب ما كيش عندنا هذا الروح وهذا المبدأ والمعطيات الصادمة تتجلى فيما يلي تتجلى في أنه عرف التعويض اللي تحكم على الوزارات والجماعات واللي تخلصات من الخزينة العامة يعني في الساعة المغاربة كيحطوا على هذا الفساد 4.800.000 درهم يعني في اليوم 11.800.000 درهم في السنة 4.18 مليار درهم أما في الغرامات ففي كل الساعة المغاربة حطوا في 2019 370.000 درهم على هذا الفساد وفي اليوم كلفنا هذا الفساد في الغرامات 8.800.000 درهم يعني في العام 3.200.000 درهم يعني المجموع هي قام أقول 7.3 مليار درهم وهنا نفتح واحد القوس يعني عرف ذلك لطروت اللي صيبناها ما بين وجدة وفاس يعني لم تكلفنا إلا 6 ملايار درهم وتيطوان لغرقات يعني بهذا المبلغ نص المؤمنة نصيبوا واحد بنية مطارية وعرة لفائدة سكان تنجا بل غدين سقفوا قحنا تنطعت الشق يعني الناس زلت تنطعت مع مرهم يغرقوه والممتلكات دي لهم مع مهم وتبهل المظاهرة الأخرى لعرفة الرباط دي الأساجد المتعاقدين والتي كانت تروم في جواريا على ضمان الحق المادية دي لهم وتأمين الاستقرار المالي والمهاني دي لهم يعني هذي المبلغ اللي كنخسروها كنا نعطوها لذي الأساجد دي المتعاقدين ونوفره لنا واحد الاحتقان اجتماعي في القطاع دي التعليم دي للأسف الشديد المسؤولين عندنا يعني كما قلنا ليست لهم فقط يعني الكبذة ما عندهمش لعلى البلاد والعباد بل احتقلنا الكفاءة لتدبير الشأن العام ما عندهمش والطامة الكبرى والطامة الكبرى أن هات الشق اللي تكلمنا عليه لا يهمه إلى القضايا التي رفعت في المحاكم الوطنية ركين ما هو أفضاع على المستوى الدولي رعير ستة القضايا مرفوعين برق في المراكز تحكيم الدولي ضد المغرب مع شركات أجنبية المغرب مطالبون في 2019 بأداء 20 مليار دي الدرهم بمعنى 20 مليار دي الدرهم مني كان نقسمها إلى دوك ستة القضايا يعني كل قضية المغرب والمغربة خصوم يخلصوا 300 مليار و 300 مليون دي الدرهم فإذا كنا كمغربة سنعطيهم لهذا السياسيين في الحكومة جهوره كتعويضات وكمعاشات ولا نحصل على جودة في التدبير ولا نحصل على كفاءة في تصريف في شأن العام إذا مني الإحساني أن نأخذ دي كستة المليار دي الدرهم وندلوا أبل دوفر انترنسيونال ربما سنجيبوا مدبرين على المستوى العالمي في كفاءة عالية جدا لي أول ما سنصرفوا دي كستة المليار دي الدرهم كاملة ثم ثانيا ما غديش نخسروا ديك عشرين مليار كل عام على الشركة الدولية الدولية هباء المنطورة وما غديش نخسروا تاني داخليا سبعة فاصلة ثلاثة مليار دي الدرهم على دعاوي كده وغتربح الخازينة العامة وغتربح الشعب المغربي وغتطاع يطلع يعني الناتج الداخلي الخام الانتخابات دي على الأبواب هذا اقتراح نفكره فيه جميعا يعني واش نديروا انتخابات بهذه الطريقة التي تنتج لنا هذا الفساد ولم نديروا انتخابات نديروا أبل دوفر ونجيبوا ناس يسيروا الدولة المغربية في شخص الحكومة والبرنامان والجامعات والمؤسسات العمومية